حمل حلف قبائل حضر موت السلطة المحلية وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء كامل المسؤولية عن أي انقطاعات للتيار الكهربائي على المواطنين في الساحل بحجة انعدام مادة الديزل الذي يأتي من شركة بيترو مسيلة وإيهام الناس التضليل الإعلامي الكاذب بأنه تم منع مرور نقل مادة الديزل التابعة للكهرباء في نقطة الحلف معتبرا ذلك تزييفا للحقيقة وأوضح الحلف بأن الكهرباء خط أحمر ولن يتعرض الحلف على تزويد الكهرباء بمادة الديزل من شركة بيترو مسيلة ومضيفا أنه خلال اليومين الماضيين أخبار مدير مؤسسة الكهرباء بأنه لا مانع في مرور نقل مادة الديزل الخاصة للكهرباء شريطا أن يرفع كشف الكمية المعتمدة من مادة الديزل للكهرباء المخصصة لكهرباء ساحل حضر موت لافتا إلى أنه لم يقم بإيقاف أي كمية أو ناقلة تابعة للمؤسسة الكهرباء مبينا بأن فرع شركة النفط هي من رفضة إرسال طلب كمية مادة الديزل من شركة بيترو مسيلة الخاصة بالكهرباء لإفتعال أزمة قطاع الكهرباء على المواطنين ترجمة نانسي قنقر